عناق بعد سنين من المقاطعة بين قطر وجيرانها الخليجيين سبقته جهود دولية لتهيئة أجواء المصالحة وتوجته قمة العلى الخليجية بإعلان فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر ومعالجة المواضيع كافة بين الطرفين بحسب وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر قادة مجلس التعاون الخليجي وقعوا على بيان القمة الخليجية الحادية والأربعين في مدينة العلى السعودية والتي أكد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ضرورة تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي مثمناً جهود رأب الصدع بقيادة الكويت ومشيراً إلى أن هناك تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي في المنطقة وأن برنامج إيران النووي يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي من جهته أفاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مايف فلاح مبارك الحجرف بأن القمة أكدت تعزيز دور مجلس التعاون عبر توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية هذا وباركت هيئة علماء المسلمين في العراق ما أعلن من مصالحة بين قطر وعدد من الأشقاء خلال انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي وأشارت إلى أن هذه المصالحة تنسجم مع الأصل في وحدة الصف ونبذ الخلافات والانتباه إلى المخاطر الحقيقية المشتركة فيما هنأ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حكام دول الخليج لجهودهم في تمهيد الطريق لتحقيق المصالحة الخليجية الشاملة كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيارش ببيان العلا بشأن التضامن والاستقرار الذي أصدرته قمة مجلس التعاون الخليجي اتفاق قمة العلا الذي حضره وفد أمريكي برئاسة جاريد كوشنار كبير مستشاري ترامب بحسب رويترز مثل أول خطوة في طريق إمهاء الأزمة الخليجية ويبدو أن الرياض أو أي من الدول المقاطعة لقطر لم تتشبث بمطالبها التي طرحتها منذ بداية الأزمة كشرط لإنهاء مقاطعتها للدوحة